ما بين الآملين بإنجاز ملف المصالحة وأولئك المتشائمين الذين ملوا الانقسام وتداعياته يروحوا الملف برمته في هذا المربع وكما هو معلوم فقد أحدث الانقسام شرخاً اجتماعياً أصاب النسيج المجتمعي بأمراض مستعصية كما هو حال المصالحة المستعصية حتى هذه اللحظة وإلى جانب التداعيات السياسية والاقتصادية التي خلفها الانقسام فثمت أخرى اجتماعية مست بعلاقاتنا الداخلية والسؤال المطروح إلى متى سنبقى نحن رهن هذا الانقسام المقيت دون القدرة على الإسهام بفضله هذا السؤال وأسئلة أخرى سنترحها على الباحث والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهند عبد الحميد وهو ضيفي في هذه الفقرة الله يصبحك بالخير بداية خليني أسألك يعني إلى متى سننتظر نحن الشعب والشارع المصالحة ما بين السياسيين والأشخاص ذو صنع القرار يعني هو المفترض أن يكون هناك شراكة بين الشعب وبين القوى السياسية وليس انتظار لأن هناك فرق بين أن يكون الحل من فوق عبر النخب السياسية القيادات السياسية والتي لديها حسابات خاصة وبين أن يكون الحل نابع من الشعب من الناس بلغة أبسط في هذه الحالة التفاعل بين الشعب والنخب السياسية قد يؤدي أو لا يؤدي قد يفرض صياغ قد يمارس يترك بصمات على هذه العملية أو لا يترك يعني عملية متداخلة إذا انتظرنا فالانتظار يعني معروف وإحنا متفقين أنه الآن إحنا في حالة انتظار وهذا الانتظار هو اللي شحب منك طاقة الشارع هذا أسوأ شيء لأن المصالحة ليست صفقة أو بوسلحة أو يعني بالمفهوم أنه ممكن يتم اتفاق المصالحة بالشكل يمكن النظر إلها ببساطة ببند واحد الناس يعني يتفقوا ولكن المصالحة لها مضمون آخر المصالحة يعني إصلاح النظام السياسي المصالحة يعني إعادة الاعتبار للديمقراطية المصالحة تعني الشراكة شراكة المجتمع الفلسطيني هناك فرق بين إذن مصالحة ومصالحة بين صفقة واتفاق وبين تصويب المسار وخاصة نحن نعيش في عصر ثورات عربية الآن بدأت يعني وقد تستمر لعشر سنوات يعني لا نقول أن الثورة أيضا انقلاب الثورة هي مسار معقد وتراجع وتقدم إلى آخره هذا المسار عنوانه التناقض بين النظام العربي المستبد التابع الذي أفشل كل شيء تقريبا أفشل الاقتصاد أفشل الاستقلال أفشل الثقافة أفشل التطور الاجتماعي وبين مجتمع دفع ثمن خلال عقود من الزمن تصويب هذه العملية نحن جزء من هذه العملية ولسنا طرف مراقب أو طرف لا دخل له وبخاصة نحن حاولنا يعني هناك الوجهة الفلسطينية تذهب نحو الاحتلال لأن الاحتلال هو الخطر الأكبر وهو الذي يتحكم في كل شيء إذن الانتفاضات السابقة الحراكة الفلسطينية ومبادرات الشبابية كانت تتجه نحو هذا المنحة وهو منحة سليم نريد أن نصوي بالمسألة لأنه في الخطاب المطروح الخطاب الإعلامي مفهوم المصالحة كله غلط هذا كمان نحن نحكي عن الجزئية الخاصة بالمسار الإعلامي والطرح الإعلامي أنا وياك مشاكل مفصل ولكن خليني أرجع للمقتل كمان أنت بديت تحكي عنها وهي الموضوع والمشكلة هي سياسية ولكن لها اعكاسات اجتماعية القاعدة الاجتماعية هي المتضرر الأول والمتلقي الأول ولكن قديش مهم إحنا كمان نكون فاعلين وخلينا يعني وإحنا كمان نخاطب هون المواطنين نخاطب القصص والتفاصيل الحياتية اليومية العادية وأنا كمان حتى ذكرت في بداية النهار وكنت حكيت قلت نكون ماشيين بالشارع مرات نشوفوا أولاد صغر بلعب وصاروا لعبتهم هي الخلاف ما بين الأحزاب السياسية الشخص صار عنده انتباع عن بناء على خلفيته السياسية بابني وهذا شيء ربما المشاكل والانقسامات هي زرعته فينا باللاوعي فدورنا من هاي النقطة دور كل شخص يطرق الباب ويسأل حاله هذا السؤال إيش بتحكي عن هاي النقطة بالتحديد؟ في مقدمة البرنامج تحدثت عن مسألة هامة جدا وهي أن الانقسام انعكس على التركيبة الاجتماعية وهذا يطرح أي فكر سياسي سائد بالفكر السياسي المفترض الفكر السياسي التاريخي الفلسطيني هناك تعدد هناك اعتراف بالمختلف بالمتعدد بالاتجاهات سواء على صعيد سياسي أو على صعيد ثقافي أو على صعيد ديني يعني تاريخيا الشعب يتبنى أو ينتمي لثقافة التعدد والتنوع والاعتراف بالآخر عندما نتحدث عن انقسام اجتماعي هذا يعني عكس التعدد هذا يعني أن هناك تخندق وهناك عملية يعني عملية خطيرة جدا تحدث في المجتمع الفلسطيني وهي رفض الآخر رفض الاختلاف رفض التعدد هذه المسألة أخطر شيء هي لم يتم الاستجابة لها بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني ولكن في أيديولوجيات تحديدا أيديولوجية الإسلام السياسي والتي تختبر الآن في أكثر من بلد يعني تختبر في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا هذه الأيديولوجيات ترفض التعدد للأسف وهذه المدرسة التي تنتمي لها حركة حماس إذن يعني هذا الجذر الإسلام السياسي يقبل بالتعدد أو لا يقبل يقبل بالاختلاف أو لا يقبل يقبل بتبادل السلطة أو لا يقبل يقبل بالصعود والنزول أو لا يقبل هذه ثقافة هذه ثقافة تقبل آخر إذا كانت مرتبطة بأيديولوجيا فنحن نعيش في أزمة طاحنة إذا كانت يعني السياسة شيء والأيديولوجيا شيء آخر الأيديولوجيا قادت لأنظمة شمولية ودمرت تطور المجتمعات أكبر نموذج عليها الاتحاد السوفيتي الذي كان قوة عظمة وكانت متفوقة في مجالات عديدة لكن النظام الشمولي البنية البنية السياسية الإدارية للدولة للحزب للتنظيمات للقوى الاجتماعية هذه البنية دمرت هذا التفوض هاي البنية بالتحديد اللي بيقودها بشكل أساسي المدارس الأساسية بمجتمعنا نحكي عن المثقفين نحكي عن وسائل الإعلام نحكي عن هاي المضخات اللي بتوجهنا وبالضخ فينا ومن هون ولو ربطنا عف موضوع المصالحة طرح موضوع المصالحة طرح وجود أحزاب مختلفة ومتعددة الديل لازم تلعب دور كمان إيجابي وأساسي ويكون لها دور فعال كمان ومش كمان ملاحقة الموضوع كما هو وصورة أسوأ في بعض الأحيان نعم المستوى الثقافي والفكري بالعادة هو مستقل عن المستوى السياسي وتاريخيا في المراحل السابقة لعب المستوى الثقافي دورا مهما يعني ترك محمود درويش بصمات إدوارد سعيد ترك بصمات مركز الأبحاث برمتو كان يعني مؤسسة بحثية مهمة جدا كان أول مؤسسة بحثية في العالم العربي وكانت تقدم دراسات وكانت تقدم أفكار المستوى الثقافي كان يعني هو عنوان المعارضة وليس المعارضة ليس بالمعنى السلبي المعارضة بالمعنى الإيجابي هو الذي يقدم أفكار ويقدم مبادرات ويصوب وينتقد ويخطئ ويعترض إلى آخره للأسف الشديد هذا المستوى أصبح الآن حياديا وأصبح يتوزع يفتقد أولا إلى معايير نحن ننتمي لنظام ديمقراطي علماني تنويري وهذا ليس متناقضا مع الدين كما يحاول البعض يشوه ذلك أن هذا يعني عكس الدين لا كان الدين دائما في الخطاب السياسي وفي الفكر السياسي الفلسطيني من المكونات الأساسية دون استخدام ودون ابتزاز في هذا العامل هو عنصر مهم وكان أفضل يعني كان دوره أكثر يعني عزز التسامح وعزز التعدد يعني كان له دور إيجابي في ظل استخدامه السياسي أصبح له دور سلبي وهو عكس التسامح هو الابتزاز والتعصب والانقسام هذا شيء خطير صحيح المستوى الثقافي هو الأقدر على بلورة على نقد هذه الأفكار على إخراج المسألة من خلاف حماس فتح بالمعنى السياسي ومتفئين ومش متفئين هاي كمان إلى قضية أكبر من هيك نحن بحاجة إلى عادة بناء النظام النظام الفلسطيني شاخ هناك جوانب عديدة في هذا النظام تحتاج إلى تطوير ومن المنطق أن يشيخ لأنه لم يحدث أي إصلاح منذ زمن طويل هناك أجيال منفصلة عن هذا النظام وتستخدم استخداما في المناسبات تستخدم الأجيال تتحرك تبادر أو تستخدم ولكن لا تشارك لا يتم إشراكها بالمعنى في إطار تجديد البنية بنية السياسية والبنية التنظيمية والبنية الثقافية المؤسسة إلى آخرية هذا بدون هذا لن نتطور وسنروح في المكان في كلامك فيه هناك رسائل ومفاتيح لشرائح متعددة واللي كمان لازم تطلع عليها بجدية وعادة النظر في كل المسارات اللي احنا متوجهين فيها ولكن خلينا نشوف أنا وياك مع بعض كمان بهذا الحديث الشارع شو بحكي والشارع شو بيفكر واللي هو إنعكاس لكل ما تحدثنا عنه لكل هاي الأزمة اللي هي مش بس أزمة سياسية ولا انقسام خلينا نشوف هذا الإنصاط يعني بدأ أقول أنا الإنصاط للشارع بصراحة مسألة مهمة لازم دائما نسمع هي مهمة ولكن أحيانا مؤلمة خلينا نسمع خلينا نسمع أراءهم مرة أخرى خرج الفلسطينيون إلى الشارع لينادوا بأعلى صوت لهم لا للانقسام ونعم للمصالحة هذا الانقسام الذي مر عليه ست سنوات ما زال شوكة في حلق كل فلسطيني لسيما أنه لم يقسم فلسطين إلى جزئين فقط بل قسم الشعب إلى شعبين في الضفة والقطاع والمشكلة الحقيقية أن الانقسام تسلل إلى نفوس الناس كما أنه لا يوجد ضغط جدي من الشارع على القيادة لإنهاء الانقسام وتجسد ذلك في هذا التجمع الصغير الذي لا يعبر عن حجم الأزمة أنا اللي شايف أن الشعب كله يعني مشايف أنه الشعب مغيب هل في مشكلة بالمي اللي بنشربها يعني إحنا بتطفع عندنا الروح الوطنية يعني في مشكلة حقيقية المشكلة الحقيقية هاي المفروض لكي لحل هالمشكلة إنها غلاء المعيشة وغلاء الأسعار وإن الناس التهت بلقمة العيش يعني كل الناس مضروبة بخلاط لقمة العيش وهذا اللي ما بيجبر الشعب إنه يطلع على الشارع وبين الحشود اللي بيطالب بينهاء الانقسام أنا متأكد إن كل واحد في الشعب كل الشعب وكل واحد عم بيسمعني إنه يخرج كل يوم بمسارات بين تضامنية مع الأسرة وبين إنهاء الانقسام خلينا نوصل صوتنا على المستويات وتأتي هذه التحركات الشعبية البسيطة في الوقت الذي يجتمع فيه طرفي الانقسام في القاهرة لإنجاز المصالحة الوطنية على أمل أن لا تتعثر كما حصل في المرات السابقة وبرغم وجود معوقات كثيرة في طريق المصالحة إلا أن الشارع الفلسطيني يمن النفس بأن تتجاوز الفصائل وقادتها هذه المعوقات وتحقق المصالحة على أرض الواقع وليس على الورق كله أنا رسالتي لهم من جهتين إنه كل واحد عاد على الكرسي رح يروح وإنه التاريخ رح يسجل وكل إنسان بعمل عمل رح ينحسب له هذا للتاريخ وأفضل وأجمل كل شخص منهم يترك موقع سواء كان أخ إسماعيل أو أخ أبو مازن وهو في مصالحة للشعب لأنه كل دولة بتشتغل لمصلحتها إسرائيل لمصلحتها أمريكا لمصلحتها فالشعب الفلسطيني أولى إنه يشتغل لمصلحته دون النظر إلى الأطراف الخارجية اللي ممكن تكون هي سبب في تعطيل المصالحة البنود التي اتفق عليها الطرفان مبدئيا هي تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية كما جاء في اتفاق الدوحة وهذا هو مطلب كل فلسطيني لإنجاز المصالحة والتفرغي لأمور أخرى الشعب الفلسطيني يريد أن تتشكل حكومة فلسطينية من خلال الانتخابات لمنظمة التحرير للمجلس الوطني لانتخابات التشريعية والرئاسية من أجل إنجاز هذه المصالحة الوطنية ومن أجل أن يتكاتف الشعب الفلسطيني وينجز الوحدة الوطنية كصمام أمان للوقوف في وجه الاحتلال وفي وجه تهويض مدينة الكدس وهو في وجه هذا الغول الاستفاني ربما يتم الاتفاق السياسي على إنجاز المصالحة لكن الأهم من ذلك أن تتم المصالحة في نفوس الفلسطينيين وينتهي كل ما له علاقة بالانقسام نوردين مرزوق الفلسطينية شو تعليقك أستاذ على ما سمعنا؟ يعني في يعني وضع الإصبع على الجرح يعني هما يعني في تشخيص الوضع أو في رؤية الأزمة فعلا هذا هو خطاب وين يعني أينما تذهبين تسمعين هذا الخطاب وحتى أنت كمحلل وكيف تسمع لا أنا أريد طبعا أنا أسمع يعني إذا لم أسمع لا أستطيع أن أحلل صح عشانك أسألك أنه في كمان أنت التجارب بتعيشها مختلفة نعم نعم يعني وأنك تسمعين لكل الناس تسمعين كل هاي الملاحظات الناس يعني عايشين هاي الأزمة وحاسين أنه في خلل يعني الملاحظ أنه في اتفاق على أنه في خلل على الثقة يعني إذا بدنا نحاول نقرأ نحن النص أنه هذا بيعكس أن هناك أزمة ثقة بين المستوى السياسي بمختلف أشكال ومعارضة أو غير معارضة ومن هنا صعب صعب يعني صعب منها إحنا بحتاج نحتاج لتغيير أزمة الثقة ما بتيجي بخطاب ولا بتيجي بموقف ولا بتيجي بإعادة وتكرار الممل للمواقف أزمة الثقة بتيجي بتغيير كما أشرتي يعني التغيير هو عنوان هذه المسألة يعني إحنا عندنا بصراحة لم يحدث إصلاح في إطار مؤسسات المنظمة ولا في إطار الأحزاب السياسية أيضا وتلتزم يعني النظام الفلسطيني يلتزم بنظام تم وضعه قبل أكثر من يعني بحدود نصف قرن ومضى يعني على هذا هذا المفهوم أو هذه المفاهيم يعني وقت طويل وتغيرت العالم تغير المجتمع الفلسطيني وتغير العالم نحن بحاجة إلى إدخال تعديل يعني نظام المحاصصة هذا عفى عنه الزمن يجب أن يستبدل بنظام قانون للأحزاب والتنظيمات عندما نتحدث عن هذا القانون يقولون أن نحن تحت الاحتلال ولكن كل الممارسات تعكس أن كل الأحزاب تعيش حالة علنية تحت الاحتلال إذن موضوع الاحتلال يستخدمون لا بديل عن قانون أحزاب وقانون إعادة بناء النظام المؤسسة الفلسطيني وتجديدها والأهم تجديدها هذه مسألة مهمة عندما أريد أن أقرأ شيء آخر في التقرير وهو استبدال الهوية الوطنية الجامعة بهويات فرعية عندما أتحدث عن أن أصبحنا شعبين أنه الانقسام يعني مس الشعب أنا أرى أن هناك انقسام أوسع من قضية الشعبين الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية غير منقسم في انقسام ألعن وهو انقسام لمصلحة القبائل العشائر الجهويات يعني الهويات الفرعية صار الانحياز للهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية المركزية هذا تحول خطير رجعي هذا يعكس تحول رجعي في إطار المجتمع من المسؤول عن هذا التحول؟ الحركة السياسية المستوى الثقافي المستوى الفكري هم الذين لم يتدخلوا لقطع الطريق على هذا التحول وأكبر دليل على أن الهويات الفرعية هي السائدة يعني الدين كان جزء من الهوية الوطنية الجامعة أصبح الدين هو الهوية أين الهويات الأخرى في إطار التعدد؟ يعني أنه هذه مسألة مهمة جدا لم ينفصل الدين تاريخيا بالنسبة للشعب الفلسطيني عن الهوية الوطنية هو من المكونات الأساسية ولكن لم يكن الهوية ولكنه لم يكن الهوية وحده هو الهوية الذي يبطل مفعول الشعب ويتجه إلى أبعد يصبح التوحد أن يكون هناك الرابطة مع الإسلام السياسي في أكثر من بلد على حساب الروابط الداخلية للمجتمع وعندما نتحدث عن الروابط الداخلية نحن بحاجة لتعزيز هذه الروابط في مواجهة احتلال هو يتولى بتفكيك بنيت هذا المجتمع يعني السياسة الإسرائيلية هي التي تعزز العشائر وتعزز الانقسام والعائلات ويصبح الفرد ويصبح الفرد هو في مواجهة القيم الوطنية والمجتمعية وهو أصلا فيه هناك قوة أقوى بتحاول تسحب كل هاي المظاهر منه يعني إحنانا بنفع كمان نقلل من خطورة الوضع المعقد اللي إحنا بنعيشه وكمان وزي ما أنت حكيت فيه هناك مسؤولية سياسية على القادة ولكن برأيي أنه فيه هناك كمان إحنا عدم ثقة في هذه السياسة أو الحكومة لأنه التوجه تاحها غير مكترث بهذه التفاصيل اللي عم تحدث على الأرض اللي هي عم بتعمل شرخ ما بين الهوية زي ما حكيت ما بين المواطن والمواطن الآخر ما بين المواطن وهويته الأساسية فأنا يعني بطلب منك أنت كمان تحكي لنا تعطينا وكأنه نصائح ومنطقة نتفرج عليها للأمهات للأباء اللي بيحضرونها للمعلمات اللي بالمدارس اللي عم بيحضرونها للمؤسسات كمان اللي بتشتغل لازم نرجع نبدأ السطر من أوله نمحي ونرجع نبدأ وخاصة أنه فيه كمان جيل عم بوعى في ظل هذا الانقسام اللي هو عم بفتقد كتير من التفاصيل اللي إحنا كمان وجيل أكبر مرأ فيها إيش بتحكي لهم في النهاية أستاذ يعني أنا بشوف أنه لازم يكون هناك معايير يعني معايير متفق عليها اللي هي العقد تجديد العقد الوطني أو العقد الاجتماعي الوطني اللي تم يعني بعثرته سواء فيما يتعلق بالهوية أو غير أنا أرى أن موضوع يعني نريد ضمانات يعني لأن هذا كل هذا يمكن أن يتم اتفاق وتوقيع الاتفاق وشطب كل ذلك في إطار التجربة السابقة وصار عند الشعب الفلسطيني تعلم شرطي يعني هناك توقيع اتفاقات كلام جميل إلى آخره ولكن يعني أقوال بدون أفعال أنا أريد أن أقول هناك همية للالتزام بقواعد النظام الفلسطيني بحيث أن أي قوى تصعد أو تهبط بظل النظام إلى قواعد والقواعد هي شرعية دولية وشرعية عربية ومفتوح هذا المجال على تطوير هذه القواعد وليس الانقلاب عليها أو المقامرة بها وتدفيع الشعب الفلسطيني الثمن هناك مسألة لها علاقة كمان بالقضية الديمقراطية وهي الالتزام التبادل السلمي للسلطة ولا الاتجاه القيادي المركزي في إطار النظام الفلسطيني أو منظمة التحرير أو الدولة بعد الاعتراف في الأمم المتحدة الالتزام بتبادل السلمي هذا يعني أن الديمقراطية تتجدد وليس أن يتم استخدام يعني نحن نرى والمجتمعات العربية ترى في الديمقراطية الذهاب إلى صناديق الاقتراع وكلنا يعلم أن هناك تصنيع وهناك شراء وهناك يعني سواء حتى في الدول المتقدمة أو الدول المتأخرة زينا هناك يعني صناديق الاقتراع واحد من مئة بند في الديمقراطية نحن نذهب إلى بند ونترك تسعة وتسعين بند من أجل أن نذهب إلى صناديق الاقتراع يجب أن نذهب يعني كيف يمكن قواعد النظام يعني الالتزام بقواعد الديمقراطية نحن لدينا الديمقراطية معطلة وعندما نمتلك هذه الأسس والمعايير نمتلك القواعد يعني يصبح من السهل أن تأتي قوة تصعب وتتولى كل الصلاحيات بما في ذلك أجهزة الأمن ولكن يأتي الشعب يحاسبها ويذهب بها إلى خارج النظام ولكن نحن عندنا العكس نحن عندنا بنكرس الحزب الحاكم إلى الأبد وهذا أخطر شيء وإذا جئنا بالانتخابات انتخابات لمرة واحدة وانتهى الأمر هذا شيء خطير هذا يقود إلى انفجار هو الذي قاد إلى انفجارات في دول عربية لأن حزب حاكم إلى الأبد مش ممكن هو أصلا سيدمر نفسه بنفسه ولا كمان مطلوب مننا نعلق حالنا بمثل هاي كل الهالات نعم هذه التجارب ولازم نستفيد وما نكرر تجارب يعني معروف نتائجها يعني الحديث معك فيه كمان زي ما حكيت كتير من الأسئلة كمان يعني متوجه للمشاهدين والأشخاص اللي فيه أماكن للتغيير والصرع للقرار كمان ياخدوا فيها ويستمعوا لها بشكل أكبر الكاتب والمحل السياسي الأستاذ مهند عبد الحميد بشكرك كتير على وقتك وعلى النقاش الممتع اللي صار وتمنى كمان تكون معنا في مقابلات أخرى مشاهدينا خلينا ننتقل ونشوف جولة مع الدول العربية والعالمية بفقرة فنورا وما ورجعين